مخطط الجودة السياحية يحتاج إلى منهجية متعددة الأطراف منهجية مبنية على أفاق السياحة الساحلية برؤى مستقبلية فبزيادة تقدر بأربعة بالمئة من عدد المستفين مقارنة بالسنة الماضية زيادة تحتاج إلى الاهتمام والعرض التفصيلي الدقيق لمختلف العقبات الشيء المطلوب وهو أن البلديات لما من حقهم يديروا المناقصة على مستوى البلدية حقيقة أن يختار ولد البلدية لكن تكون لأهل الناس اللي يحتار مهم مقاييس ومعايير المعمول بها في الشواطئ في شروط منها شروط النظافة والنظافة بصفة عامة يعني لازم يكون فيها مجهودات من طرف البلدية الساحلية لتطوير النظافة والنظافة السواحل أيضا العامل اللي يشجع هو العامل التطوعي لربما يعطي كما يقولوا الدفع للسياحة عقبة لا بد من السيطرة عليها بأليات عقلانية لتحقيق موسم استياف ناجح وبتحضيرات مستقبلية بما أن الطلب المدكور طلب موسمي فسوف نشجع الاستثمارات الموسمية على مستوى شواطئنا أخص بالذكر المخيمات العائلية ومخيمات الصيفية ذات الطراز العالمي من جهة أخرى سوف نعمل على حد الفاعلين المحلين على ضرورة إيكال الشواطئ المحترفين الالتزام بتحضير موسم استياف يستجيب لكل المعايير يتوقف أساسا على فاعل التمييز فهو محرك بعث السياحة في الجزائر لكن ليس على حساب المنافسة